أعزائي متابعي قناة أنام البشرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا اليكم من جديد وفيديو جديد مع سلامة قيالة وقناة أنام البشرية النهاردة ان شاء الله هنشرح الفستونة المتدخلة على البلتكانة مباشر يعني هنشرح كيفية تجميع الفستونة المتدخلة يدوية قبل كده عملنا فيديو تفصيلي لكيفية أصل الفستونة المتدخلة وكيفية تجميعها على مكينة الخياطة النهاردة ان شاء الله وطبعا الكياسات باختصار يعني على الشاشة واللي حابب يعني يتطالع على مزيد من التفاصيل هسيب لكم رابط الفيديو التفصيلي أسفل الفيديو اللي احنا بنصوره حالا في خانة الوصف بعد ما بنعمل مسلس طبعا زي ما تعودنا وبناخد الكياسات بتاعتنا فتحة الحوض ودوران من تحت كما تقدم الكياسات كانت موجودة على الشاشة بالتفصيل بنعمل سبع سنتي من تحت وبعد كده بنعمل الكسرات بتاعتنا سبعة خمستاشر بعد كده بنعمل الكسرة اللي فوق خالص اللي هي عند فتحة الحوض ثلاثة سنتي والكسرات كلها خمستاشر سنتي زي ما هو واضح أمام حضراتكم طبعا أنا اختصرت في القياسات علشان في فيديو تفصيلي صورناها قبل كده ولكن كانت طريقة التجميع مختلفة فالفيديو هيبقى موجود الرابط بتاعه في خانة الوصف بعد كده بناخد خمستاشر سنتي من فوق زي ما تقدم على الشاشة كنا عاملين فتحة الحوض خمسين خدنا منها خمستاشر تفضل خمسة وتلاتين بنقس زيهم تحت خمسة وتلاتين من ناحية الجنب المقفول وبناخد خط مستقيم زي اللي ظهر أمام حضراتكم خمسة وتلاتين من فوق خمسة وتلاتين من تحت وبعد كده بناخد خط مستقيم بعد كده بنيجي على أنصاف الكسرات وبنعمل عملية تشريح وده برضه واضح في الفيديو السابق طبعا أنا مركز هركز النهاردة على كيفية التجميع على البلتكانة لأن ده طبعا مشروح قبل كده اللي أمام حضراتكم التشريح وكيفية أخذ القياسات موجود في فيديو سابق على القناة وهي هسيب لكم طبعا زي ما قلت لحضراتكم هسيب لكم الرابط رابط الفيديو تحت في خانة الوصف بعد كده بنقوم بعملية التشريح بنشرح جنبين اتنين دول طبعا فستنتين فوق بعض بنشرح جنبين اتنين جنب لكل فستونة اللي هو القائم بتاع الكسرات وطبعا عملية التشريح بتبقى فيه منتصف الكسرات يعني لو الكسرة 15 سنطي باجي من نص الكسرة بالزبط واعمل عملية التشريح ووصلها بالخط اللي أنا عملته اللي هو على بعد 15 سنطي من فتحة الحض بيطلع الشكل زي ما حضراتكم شايفين وطريقة التجميع طبعا ده بس مجرد توضيح اللي أمام حضراتكم على الشاشة مجرد توضيح لكيفية الرص يعني إزاي بيبقى بتبقى عملية الرص ولكن هنقوم دلوقتي حالا نجمعها على البلتكانة يدويا طبعا الطرق مختلفة فأنا بحب أشارك معكم طرق مختلفة علشان اللي حابب يشتغل اللي حابب يجمع على مكينة الخياطة يبقى ما عندوش مشكلة وبرضو اللي حابب يجمع على البلتكانة مباشر يدويا يبقى برضو يعني طلع على الفكرة ويقدر ينفذ بكل سهولة طبعا نزارها أمام حضراتكم دي بلتكانة خشب عملنا لها سقط بتاعها حوالي تلاتين سنطي أو خمسة وعشرين سنطي واللي في الأطراف دول فستونتين عادي فستونات عادية برضو اللي حابب يتطلع على الفيديو كيفية عمل الفستونة العادية هسيب لكم برضو الرابط أسفل الفيديو موجود برضو قبل كده على القناة ودلوقتي نيجي لطريقة تجميع الفستونة المتدخلة طبعا زي الشريح ظهرة أمام حضراتكم في الفيديو بنمسك أول شريحة بنسبتها على البلتكانة زي ما حضراتكم شايفين وبنجيب الكاسرة التانية اللي هي في الفيستونة المقابلة لها وطبعا ينفضل الألوان تبقى مختلفة عشان المنظر يبقى أحسن يعني كل فستونة من لون مختلف وبتتوالي عملية رص الفيستونة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها حالا طبعا أتمنى مزيد من التفاعل على القناة وتمنى عمل مشاركات للفيديوهات حتى تعوم الفائدة على الجميع وما تنسوش طبعا تعملونا إعجاب لو الفيديو عجبكم ولو حسيتوا أن في حد هيستفيد من الفيديو يريد تعمله مشاركات حتى تعوم الفائدة على الجميع وتمنى التوفيق للجميع يا رب رأي بقى وإحنا بنمسك الكسرة اللي هي مش شراحة نحن نرفع الفستونة لفوق من تحت علشان الكسرة نتطمن على راحة الكسرة لأن الفستونة تقيلة فبالتالي بتشد الكسرة لتحت ما بنبقاش عارفين هي مظبوطة ولا لأ فلازم نرفع الفستونة من تحت وإحنا بنعمل الكسرة زي كده لأن الشراحة بتبقى يعني هدل الفستونة أو متقل الفستونة من تحت فلازم ننفعها عشان نرايح الكسرة الأمر سهل ما فيهوش أي صعوبة ولكن محتاج بس يعني ايه تركيز وده طبعا تجميع يده زي ما حضراتكم شايفين قبل كده عملنا شرح لنفس الفستونة على بتجميع على مكينة الخياطة طبعا زي ما قلت لحضراتكم اه سيب لكم رابط الفيديو في خانة الوصف شاء الله الفيديو القادم هننزل فيديو ان شاء الله للمستعاني يعني على يوم الخميس كده ان شاء الله فيديو لكيفية عمل الكابوتينيه طبعا هننزل على القناة اكتر من فيديو لليه اه كيفية عمل الكابوتينيه اه اول فيديو هننزله يعني بطريقة يعني هننزل طريقة ان شاء الله اشرح فيها كيفية عمل الكابوتينيه بطريقة عشوائية بعد كده ان شاء الله اه لو ربنا يعني يسر لنا الامور هيبقى فيه فيديو خاص لكيفية عمل الكابوتينيه بطريقة احترافية لكن الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيديو تمهيدي لعمل الكابوتينيه بالطريقة العشوائية. يعني طريقة اقصي طريقة عشوائية يعني طريقة عادية. اما ان شاء الله بعد كده هننزل فيديو ان شاء الله لعمل الكابوتينيه لكيفية عمل احترافية. ان شاء الله الفيديو القادم انتظروا يوم الخميس بازن الله. طريقة عمل الكابوتينيه. سواء بالنسبة للتنجيد او بالنسبة لشغل الستاير. هي نفس الطريقة. اتمنى مزيد من التفاعل على القناة وعمل اعجاب للفيديو. مشاركة الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع. اتمنى الفيديو يكون اعجابكم دعوتكم. ودمدم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عفوا اه طبعا بنتطمن على القياسات بتاعتنا عشان لو في اي تزبيط ممكن نزبطه يدويا. عشان نتطمن على المقاسات الاتفاع بتاع الفيستونة. السقود بتاع اه 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 ارض الفيستونة فتحة ايه. السقود بتاعها. السقود بتاع اه اه فتحة الحوض. وده الشكل النهائي. رب يكون الفيديو اعجابكم. اتمنى مزيد من التفاعل على القناة. ودعوتكم. وكل عام وانتم بخير. ودمتم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سلامة قيلة وقناة انامل بشري. اشتركوا في القناة.